وشجاعة خاصةً وألف شكر عنا شهادة أخرى بشنا سمعوها ونعف طولنا عليكم هي شهادة سيموحمد الغرياني اللي كان رئيس الحزب العفون أمين لعام الحزب في 2004 و2009 حتى 2011 ثمانية دقائق مشتوي لبرشة هي رأي العملية تبدأ من عملية التسجيل من عملية التسجيل الانتخابي بحيث يطغى على جانب التسجيل تقريباً لون واحد يعني سياسي وبعض المسجلين من أحزاب المعارضة كان ثم عزوف من عدة فئات خاصةً في الشباب كان ثم عزوف ثم اللي ينتميوا إلى بعض الحركات الوقت غير المعترف بها إلى غير ذلك نادراً باش يمشيوا يسجلوا بحيث ثم عزوف فما مقاطعة لانتخابات وتشكيك في مزاقيتها بحيث كان جل المسجلين هم اللي يتم يعني توجيههم من طرف التجمع أنا ذاك وهياكلوا إلى غير ذلك فمع البلديات أنا ذاك كانت عمليات التسجيل بصيفة تقريباً يعني دائمة هذا في مرحلة أولى بحيث من منذ البداية تلاحظ الخارطة وين متجهة كانت الخلوة مفروضة ويتجهوا نحو الخلوة وأغلب معناها ما تعرفوش ثم البعض أعطيكم حقيقة زادة البعض مثلاً من معارض ولا كان في وضعية صعبة إلى غير ذلك وربما معناه يحب يبين اللي هو معناه عنده الولاء سعاته هو يهز الورقة الحمراء ويحطها في الصندوق لتجنب الأذاء موجود هذا موجود معناه فم البعض لو جيب مخبار عن فلال فلاني ولا فلتال فلاني رأوا صوت البنعلي رأوا صوت التجمع مسكين حتى يتخلص ويرتاح من المراقبة ولا من التتبعات ولا يفتح الروح وأفاق في شغل في كذا لكن بصفة عامة معناها نقصة حالة الضغط لأنه معناه العملية تترسم مش مش قضية يقعد يلوج على فلان شكون صوت وشكون ما صوت شنان ما عنده حتى قيمة عنده حتى معنى أمام الواحد بحيث ما كان كان يقع معناها التسامح مع كل الظواهر الموجودة بدليل ولا واحد بالعكس كانوا البعض من المسندي لقائمات التجمع يتعرضوا للمحاكمات لأنهم ضربوا في بحيث كان ثم يقع اختيار بعض الأحداث اللي تدخل في إطار تسويق الصورة نذكر في القرآن تجمعيين تحاكموا بصفة عامة كلهم أغلب كل الأحزاب تعرف ما ينتظرها وكلها تستنى في نتائج انتخابات وحسة هذه النتيجة التي كانت يعني تطبخ بطريقة تعطي هنثة معينة لتركيبة المشهد السياسي لكن بصفة عامة السلطة تحرص باش تكون العمل الانتخابية بأقل المشاكل باعتبارها صورة للتسويق يجي النتائج يعطيه محاضرهم ثم فيما بعد المحاضر اللي تم اعتمادها يقع التخفيض من نسب ترفيئة مثلا أعطاء نسب إقبال في حدود معينة يقع الاتفاق حولها نسبة التجمع الطيح يطيحوها يعني يقع التخفيض نسبة الرئيس يقع تخفيضها من تسعة وتسعين لأربعة وتسعين ثلاثة وتسعين ثم يقع التعديل فيما بعد القانون تغير القانون والنسبية المعدلة فتبدأ عملية الكثور هذي كون تبدأ الحسابات مش مشتعتي للحزب الثاني الثالث الرابع في بعض الأسماء زادة عندها قيمتها في دخول المجلس بحيث كل شيء يركب بطريقة وأنك تعتي فوز كامل لقائمات التجمع وفوز للقائمات الأخرى معناها مضبوط فلان وفلان 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 معناها لتشكيل بقية مكونات المشهد السياسي هي عملية تنسيق تتم بين مؤسسة رئيسة الجمهورية ووزارة الداخلية ما يتمش التنسيق مع التجمع التجمع غايب معناها في عملية التنسيق لأنه هو حتى الأمن أحيانا يقع تغيبه معناها للمحافظة على سرية المعطيات ولو نحن نعرفه لكن يقبل كأنك لا تعرف حيث كانت مطبوعة بطابع سري ومضبوطة بين مسؤولين في مؤسستين يتم من خلالهم معناها وضعها الخريطة هذه ويقع مثلا تجمع واضح قائماته ناجحة ممكن التنسيق يقع مع الأحزاب الأخرى ثم كانت فلسفة النظام دي ما يجبه يعني في الديمقراطية التي كانت مرسومة فيها جانب للتسويق وجانب زادة باش التجمع يبقى موجود لأنه تخلق له وجدة عليه يزمك زادة تحط له في ذهن وأنه فما منافسة حقيقية وفما تهديد الكرسي رغم الحقيقة غير موجودة يزمك تخلق له حتى ولو ما فماش تخلق عليش ساعات يولام مثلا النظام يقولك أنت توجيه من معارضة معينة ولا من بعض الأطراف اللي هما أقلية وما عندهم حتى وزن تخلق منهم وهي مقصودة معناها مقصودة يزم ديمة خلق نقيض وخطر حتى يبقى السيستام يعني في حالة استنفار وفي حالة محافظة فلسفة طريقة معناها لإدارة السياسة وقع التحوير وبالقياس حتى يتمكن أحزاب من ترشيح ولكن وقتها صار حتى جدل في سلب المنظومة فنذكر أنه صار جدل وقتها على حكاية هذه معناها قوانين مفصلة بتريقة معناها خاصوش مش يقولي سوريا زرقة وأبيض فالحقيقة صار جدل حتى في وسط سلطة وصار خلافة نذكر معناها ولكن للأسف كان ثم أشكون معناها ركز على هالجوانب الشكلية اللي كانت تسيئ وكان ثم رأي مغاير بالنسبة للإعلام تغتية الاجتماعات بصفة عامة يقع التغتي لكن هون أعطيك يعني التغتية بالنسبة للقائمات التجمع ما فماش مشكلة يغطيوه بالنسبة للقائمات المعارضة معناها كان الإعلام يعدي يعدي ولكن يعدي لك مثلا كان قاعة فارغة فها عشرة من الناس بالعكس تزيد تعطي يعني صورة وكذا وفما البعض اللي ربما يركزوا لهم لإبراز حزب معين مثلا أنا عمل الاجتماع كبير يقع التركيز عليه يعني كانت الحقيقة كانت عملية محكمة وموجهة سواء كان لتضخيم أو لتقزيم معناها كان يستعمل الإعلام بشكل وكان يستعمل ما تبادل لم يكن موجهة في هذا الجنب المناجد ده ده خارج ربما هو بعد 2009 بدت الحس موجود على خلافة بن علي وهذه حقيقة معناها سياسيا أصبح الوضع لا يسمح بش لأننا نحن في نظام في بلاد مربوطة برئيس إذا الرئيس يصبح لدى الرأي العام وأنه ماشي فيضعف مركزه ودوره ويعني نفوذه وخرجت بدت تخرج أسماء أخرى فكانت المناجدة هي لتأكيد السلطة وبقى بن علي معناها المرجع الرئيسي والسلطة الرئيسية في البلاد وتم معناها توجيه الهيكلة والكل في هذا الاتجاه للمحافظة على مركزي معناها على قوة مكانة الرئيس